قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والدعمة لنمو الاقتصاد المصري ومنها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور محمد فريد عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتنفيذا لاستراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفية بداية من نشاط سوق رأس المال مرورا بالتأجير التمولي والتمويل العقري والتأمين والتمويل الاستهلاكية وصولا إلى التمويل متنهي الصغر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر